السلام عليكم موضوع هذا الحلقة 5G أو أنترنت الجيل الخامس دعوكم معي منذ بدء الثورة الصناعية في بريطانيا تكنولوجيا تقدم فجيل على جيل كيبانه تكنولوجيا اليوم مجدد وأكثر تقدم التكنولوجيا الي كانوا قبل منهم فتزلنا من الانترنت اللي كانت يالله يمكننا توصلون سيفته غير رسائل من ثم تزلنا تقنيات الفيديو اللي يمكن الصورة والفيديو كامل يوصل من الاخر يعني التقنيات البت الحي اللي بدأت من سنة يمكن 2011 فالآن وصلنا لتقنيات 5G أو الجيل الخامس التقنيات اللي هربا بزاف فالدولة اللي غتتمكن السيطارة على هاد الفيف جي هادي وتولي عندها بنيات حتيها كتعتمد على الفيف جي غدي تولي هربا علينا بسنوات ضوئية كيما كنتشوفوه دابا كين دول اللي مازا ما دخلتهمش لفيف جي ولكن هربين علينا بسنوات ضوئية فالخوت الفيف جي هرهنا ايضا واحد الحرب تحت الطبلة لانتماله ما بينهلكم شهد الحرب هادي كما شفتو ترامب كان نوت صدع على القديد الهواوي فهواوي كان تغير سبا راه الفيف جي هي السبب الفيف جي راه الدولة اللي غتتشدها وتسحود عليها راه تكون دولة قوية وبزاف بزاف 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 تكش ما تخيلوش بين الدول حاليا اللي شدنا التكنولوجيا هادي عندك امريكان الشينواء ولكن الشينواء يلولا الشينواء ريالات القادشة في 2017 يمكن في وهان من وهان تربطوا فيروس كورونا بالفيف جي وتشرا ما كانش ما يمكنش العقل يستقلش ما كانش دليل علمي تلقوش دليل علمي نقوله بالفيف جي كانت سبب فيروس كورونا فكما شدو كانو نادو ناس في بريطانيا نادو حرقو ده كل اللعيبات ديال الفيف جي والحيطية اللي دير لنا كورونا ما يمكنش الخوت مستحيل تيبالينا ما يمكنش فالفيف جي الخوت دابا كينا قلنا كينا شينواء مريكان جابون فرنسا بريطانيا ألمانيا قاعد الدول اللي معروفة اللي لان داس كانت تخلط التكنولوجيا عندها وحنا لأسف مازل ما سقناش الخبار التكنولوجيا هادي كتخدم بالأمواج القصيرة يعني كتتغيية بالحيوطة بشي حاجة اللي الحواجز اللي كتكون سواء طبيعية والذي بشارية باش تنجحها التكنولوجيا هادي خاصنا رادارات يكونوا بزاف واحد حدا واحد ماشي بحال الطرواج جي ولا الكاتجي يكون رادار واحد تيكون عندو مسافة طاويلة الفيف جي الا ماشي بحال فور جي الفيف جي عندها أمواج قصيرة ضغيرة كالتحت ضغيرة يعني خاصنا ندروا رادارات بزاف بنية تحتية خاصة تكون تخسر عليها زباب لفلوس باش ننجح لك فاش غير بحط الدول من هاد الفيف جي اللي منوضين عليها الصداع الفيف جي غتمكنهم لديكم معلومات بحالة الاستخبارات غير بحالة غير بحالة بحالة الاستخبارات غير بحالة فتخنية الفيف جي يمكن تكون ضغبة من بين حتى المئة مرة مقارنة مع الفور جي يعني ذاك الشي هار بزاف خيالي الخيال علمي خين ممكن يستعملوا هذه التكنولوجيا فعليش خرجات الفيف جي أصلا حيث كان بزاف ديال التكنولوجيات اللي هي مستطورة بزاف بحال الرجل الآليين المنازل الدكية الشوارع الدكية السيارات الدكية هاد شي كامل ممكن لشي يخدم دك الانترنت الضعيفة خصوشي انترنت اللي مجهده دك شي باش خرجات الفيف جي الفيف جي ضرورة لها التكنولوجيا لما كان شرع مكينوان يعني السيارة ديالك ممكن تلك تسوقها تسوقها غير راسة قيادة الداتية المنزل ديالك تحكم فيها غير من البعيد تقول تلاجة تحليت تحليت تسد تسد الماكلة انسيتها تطيب وعنستي تنظفها تقولها تضفى يضفى لكن واحد تقنية المنازل دك يلاشتوها كثيرا المنزل كامل بدك الشبكة الواي فاي ديالك اللي ديال 5 جي ولكن الشي يتبقى خاطر علاش يمكن شي واحد يخترق لك ذاك المنظومة ويبدأت تحكم لك في ضرير كما يرغب فالدول التي تعتمد على التجارة والخدامات سيهربوه بزاف حيث التقنية سيتعاونهم بزاف في المصانع و الدول التي تعتمد على الزراعة حتى وما والألياس الزراعية سيزيد تتطوره أكثر فأكثر فكاين دول خافوا يديروا التقنية هذه حيث خافوا الاستخبارات للدول الأخرى قد تهزلهم قاعدوا كل معلومات حالياً شركة هواوي هي المستحودة على هذه الرادارات وبعد الدول شرطوا عليها قالوا لها دخل الشنواء بواحد نسبة مثلاً 30% و النسبة الأخرى استحودوا عليها شركات أخرى كانوا تجارب على اليوتيوب إذا شرطوا تقنية 5G الدول التي دخلتهم في 2017 كانت تحميل مقارنة مع الفورجي الفورجي مثلاً فيديو دخل في نساعة في 5G دخل في 10 تاوان فرق بزاف وهارب شيء هارب الخوط بزاف يعني قد يقولون لو عايشين في واحد عالم اليوم جديد مع هادشي اللوقع ذلك الكورونا وزيدوا عليها 5G سيتبتلع لكم العالم بزاف فهو اش المغرب قد يكون تاوان بين المنافسين دي هاد الدول ويدخل معاهم تاوى ولكن قد يصعب اخصى فلوس بزاف تمويل كبير باش دير تكلبيني التحتية اخص رادارات واحد اذا واحد والقضية صعبة ف ممكن حتى المغرب يدخل في هاد المجال فادشي اللي كين في هاد الفيديو فشكراً على المشاهدة اذا ما تنسوش لايك سبسكرايب واشالله ليفراسكم